بصراحة وبأمانة شديدة جداً المراحل المختلفة أنا أسمع مصطفى أو مسلم فما بقاش الأول عارف مين وبعدين أبدأ أستكشف فإيه ده؟ ده صوته حلوه إيه وبعدين أبص طب هو دلوقتي في حاجة اسمها اليوتيوب أبص على اليوتيوب إيه ده؟ كل الناس دول بيشوفه هو مسلم أو مصطفى زكريا آه كل الناس دول بيشوفه مسلم ويشوفه مصطفى زكريا وما بقاش نجاح وصدفة أو ما بقاش نجاح ومرة وعدت احنا شوفنا كتير قوي فنانين ومغنيين يعمل الأغنية وينتهي الموضوع على كده الأغنية يعني إيه؟ مفيش بيت في مصر ما بقاش بيسمعها لكن بعدها بستة سبعة شهر الأغنية دي ما بقاش موجود غيرها بقاش موجود إنتاج تاني لكن مسلم أو مصطفى زكريا حط نفسه في مكان النجوم الجدد وهو منورنا وموجود معنا النهاردة حرغي معاه شوية أتكلم معاه شوية أتعرف عليها أنا شخصيا أكتر ونستمتع بأغنية مع حضراتكم وخصوصا أنها كمان هو بيعبر عن جيله هو بيعبر عن جيله ومشاكله كلها بصوا حضراتكم مثلا مثلا يعني في أرقام 18 18 مليون وستمائة وثلاثة ألف تخيلوا 18 مليون دول عدد المثلا إيه؟ دول عدد كبير وكله بقى كده كله كده إزايك؟ ما يغليك عامل إيه؟ الحمد لله بخير أولا منورني من أجد بنورك والله دي شوف لأيه؟ أنا أول حاجة أنا سمعتها لك وانبسطت بيها كانت المداحة طبعا وبعدين تبعت الخناقة بتاعة المهرجانات والجدل وإيه 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 أنت بتصنف نفسك إيه؟ والله أنا بصنف نفسي أن أنا مطرب مطرب؟ أه مغني تعمل كل الأشكال؟ أه كل حاجة أنا مكسي أعمل كل حاجة تعمل لك قدية بالغني؟ يعني أنا من وأنا عندي 10 سنين أن أبغني بس كبداية شهرة ما بقليش غير سنة شوية يعني السنة ونص السنة أه 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 صح؟ سيدة بتغني منه انت عندك عشر سنين؟ اه لان كان والدي الله يرحمه وكان برضو مغني الله يرحمه والفرق ما بين الغنى لقضايا شباب ممكن ناس تتكلم عنها انها موسيرة للجدل جدا وازاي تغني الكلام ده وبتاع وبينك تغني تترات مسلسلات والوان مختلفة خالص ايه الفرق من نسبالك؟ انا بس يعني كنت الاول انا كنت الاول بغني في الاوبرا ومسرح ساد درويش عن نفس كنرية وكده بس لما ابتديت عمل اغاني من الشكل العادي بتاعنا اللي هو الاغاني المحترمة جدا الناس كلها عارفنا اه عدت شوية مش متشافة يعني ما كانش فيه اي فرصة فابتديت اساعد نفسي بنفسي لان انا الممكن انا اللي بكتب لنفسي بلحن انا اللي بوزع انت اللي بتلحن وبتكتب لنفسي وبتوزع عند استوديو بتاعي انت بتشغلش مع حد ولا يه لا فيه اكيد بس اوز يعني في اغلب الشغل اللي اللي ناجح لهي كان من كلماتي والحاني وكده اه فانت واخد الموضوع من بابه اه كله اه يا موايبة بقى مش عنده والله لا لا على فكرة هي الدنيا برا كده يعني تلاقي المغني برا او الفرقة برا شغلهم كله من الحانهم وكلماتهم طب يلا نبدأ بقى نغني على طول ارايك اشتركوا في القناة